بس هلأ صار وقت نحكي نحنا وياكي بالكواكب بالأبراج. وين الأبراج السنة؟ لوين رايحين فيها؟ مين الأكثر حزن؟ مين الأطعص حزن؟ وشو هن توقعاتك لعام 2023؟ خلينا نبلش أنا وياكي بأول برج يلي هو برج الحمل. بدك أبراج أول ولا توقعات أول ولا شو؟ خلينا نبلش بالأبراج. خلينا نحط يلا. خلينا نبلش. آخر شي بتقلي مين الأكثر حزن؟ آخر شي بتسأل بعد ما خلص كل شي. لأنه بتعري شو بيصير أوقات؟ أوقات بيسألوني أول الحلقة بدغل بيقولوا من هو الأكثر حزن؟ من هو الأقل حزن؟ أوكي. بتاعات العالم بتعرف الأكثر والأقل ويمشوا بهالأسا. خلصة الحلقة. خلينا نبلش بمرج الحمل. آآ شو راح تقولي عنه للعام 2023 آآ آآ شو التطورات اللي راح بتصير معه؟ آآ آآ أوكي. بالنسبة لموالي برش الحمل. هلأ موالي برش الحمل تحقل لهم في في قصة كتير حلوة عن موالي برش الحمل. آآ ما راح ميز برج عن مرج. ما راح قول كل ما حكيت عن برج ما راح قول هو الأكثر حزن هو الأقل حزن. أنا بعلمي. أنا علمت فلك. آآ يعني أنا بحضر وبشتغل. ما في شي صولد نازل أكثر حظا برج. في مميز. بس في على مدار السنة بتعتبر انه هيدا يمكن السنة سنتو أوفر من غيره. باستثناء. دايما في استثناءات. ما في شي نازل مية بالمية لأنه في أشخاص وراء كوش. لا في كوش في في يمكن. برج الطالع. تنقود برج الطالع. يمكن في عنده بلوتو ضارب. بينما يمكن المشتري بيساح. يمكن هو أول قصمة من الشهر تاني قصمة من الشهر. العشرة الأولى عشرة تانية عشرة تالتة. بعدين في عندك المشتري بيساعد عدد معين وتارك البقيين. مسلا معم بيساعدهم بيجي بلوتو. يمكن بيضرب البقيين أو يمكن بيساعد البقيين. فالأمور مانها لقدة سطحية أو سيمبل. هلا في نيش بيقول لك برش الحمل هو الاكثر حظا. انتهت. لا. انا فيني اقول لك هيك. بس ازا معك بدك تفاصيل بعطيك تفاصيل. اوكي. خلينا نبلش. اوكي. برش الحمل في عنا قصة كتير حلوة عند موالي برش الحمل. برش الحمل بدون ينبسطوا منا اليوم. اوكي. بدون ينبسطوا منا. لانه برش الحمل في عندهم زائر كتير حلو. يلي هو اه المشتري. جوبيتر. المشتري انت يمكن تذكر. المشتري هو الكوكب كوكب الحظ. كل 12 سنة بيزور البرج مرة. اوكي. كل 12 سنة. فهلا عم بيزورو. هلا. لين كان اخر شي? كان هلا هو بالحوت. ايه. دايما بيكون برش بالقبل. بالقبل. هلا ببرش الحمل بسنة 23 من اول يوم 23. ورح يبقى مش كل السنة يا رالف. هم. هم. قليل سريع. قطعته سريعة. حتى 16 ايار فقط لغير. اوكي. فموالي برش الحمل. موالي برش الحمل. واصلا رح قللك ايمتن اكزاكلي رح ينتقل. لانه نحنا هلا ما باعت نحنا ايمتن مفكر هايدي الحلقة. اطل على الناس. بينتقل بعشرين الشهر. عشرين ديسمبر. عشرين ديسمبر. بينتقل لبرش الحمل. مم. وبيبلش الحز عند موالي برش الحمل. بيخلصوا السنة 22 وهن مبسوطين. فرحانين. وبينتقلوا ل 23 وضحكتهم كتير كبيرة. عندهم سنة. انا بعتبرها. انا انا كفلاكية. بعد ما شفت كل الابراج وهيك. يعني بعتبروا انه من الابراج اللي اللي عندهم نحص حلو. خاصة انه بهالخمسة الشهر تقريبا. مكثفة. الكل رح ياخد. يعني ما في شي بعدين يقل لك برش الحمل انه انا ما طلع لي. بس شو المشكلة? المشكلة بيشعب بيبعتولي بيقولولي كارمن انت قلتي لنا سنة 23 سنة الحمل. شو بيكونوا عبيحكوني مسلا يمكن شهر اكتوبر بالتلاتة عشرين. صار عندهم حدث مسلا او ظرف معين. ما بيكون عندهم مشتري. المشتري بيطلع بايار. مم. بيطركن. فكل شيء. في استثناءات. يعني في اشخاص يمكن يصادف كمان اللي حواليا. طبعا. الصحيح. كله 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 بأسر. الانسان منه عايش لحاله. الانسان عايش بمجموعة كتير جيدة. من شان هيك كل ما بعثت عن الناس كل ما خففت مشاكل الناس. عرفت? كل ما خففت مشاكل الناس. وكل ما ارتحت اكتر. كل ما عيش لحالك. هلا حالك مش انه لحالك قاعد ومسكر البواب. لا. بس بتخفف وجع راس اكتر. خلينا نقول بطريقة مبسطة. المهم. برج الحمل عندهم سنة انا بعتبرها سنة كتير حلوة. من الابراج المميزين. من الابراج اللي رح بيكون في عنا عندها تغيير مفاجئ حلو. ان كان بشغلهم. ان كان بحياتهم الخاصة. ان كان بالامور اللي عم بيحكوا فيها. عم بيدوروا عليها. مشاريع جديدة. المشتري اللي ما بيجي بيجي بيفتح البيب على مصرعي. هلا ما في حدا مثل التاني برج الحمل. في ناس واصلين متعلسين يعني حياتهم خالصة. في ناس واصلين قوية على تلات عشرين. هدو اللي بيبدعوا بتلات عشرين. يلي جاي ضعيف بيقوى بتلات عشرين. بس اللي جاي اصلا قوي بيبدع. بيبدع. ويلي ناطر مشروعه يطلقوا بتلات عشرين رح بيكون شيء مميز جدا. الوقت واصل هيدا المشتري. عم بيتقدم. عم بيمشي. عم بيمشي. متل اللي مارق من مدينة لمدينة لمدينة لمدينة. نفس الشي المشتري مارق من مولود لمولود 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 لمولود. عندي انا باليوتيوب بقل له قايمتا بيوصل لعنده. اوكي. فمش معناتها من اول السنة. او واحد كانون التاني يناير. معناتك كل موالي برش الحمل. درب الحظ عندهم. نو. دق عبابون. نو. نو. ابدا. في وقت محدد لكل شخص. لكل مولود. مشان هيك في عندك. عندي. عم بحكي عن حالي. ابراج يومية. ابراج اسبوعية. ابراج شهرية. السنوية بتعطيك مجمل الجو. متل تنقول احوال. انا بسميها. انا ابراجي هي احوال فلكية. انا بسميها احوال فلكية. متل الاحوال الجوية. شمس الدني. مسلا. لكن مطرح مطرح مغيم. مسلا. تطلع الجوية المغيمة. ممكن مطرح 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 مطرح. عم تشدت شوي. عرفت نفس الشي. فالاحوال الفلكية بتقول. بشكل عام. الحمل برجه رائع. اول خمسة شهر. انا بقل لحقوا حالكم. اوكي. لحقوا حالكم. ما تأجلوا. خاصة اللي عنده شي مهم. في كتير ناس عندك قضايا مهمة. عندها. شغل. عندها سفر. عندها معاملات. عندها اشياء قانونية. في عندها اوراق ادارية مهمة. بدون يخلصوا منا الوقت المناسب. كله بالوقت. الارض بتشتغل على الوقت. اوكي. والكواكب هي عقرب الساعة. عم بيقل له مولو برش الحمل هيدي سنة رائع. حتى شهر ايار. من ايار وطالع مولو برش الحمل بيروح كوكب المشترية على بيت المال. اوكي. هلا بتقل لي عال كتير منيح. هيدا البدنية. يمكن احسن من اول خمسة يشتغل لك. في يكون جيد جدا. عند الحمل بيروح بيت المال. صح. صح. عند الحمل بيروح بيت المال. هيدا شي جيد جدا. صحيح. بس الطاقة الاقوى الانتنسف المكدسة المكثفة هي لما بيكون ببرشنا. اوكي. هيدا الانسان بيقلو بصفحة ويبلي صفحة جديدة. اوكي. اكيد مية بالمية. يلي حابب يسافر او هاجر. في كتير ناس معقولة هاجر. موالي برش الحمل لما يكون مشتري ببرشن. اوكي. لانو عبقلو في صفحة جديدة عنكم. مرحلة جديدة. عمر جديد. اوقت نقول عمر جديد مسلا. كله مختلف. وكله للاحسن. كله للاحسن. معناتها في اشيه غير نافعة بحياتك راح تروح. منشان هيك منقول خلاص تركو حالكن مشو متل ما متل ما الادر. يعني في اشيه بتروح. بتروح بيجي محلة يمكن اشيه احسن. مع المشتري بيجي اشيه احسن. اوكي. بيجي اشيه افضل. سو بالنص التانية من السنة او من شهر حزيران والاخر السنة. المشتري بيكون ببيت المال. رح بيساعدهم. رح بيقويهم. رح بيعطيهم اه فرص لهالمشاريع اللي ارروا يشتغلوا فيها. بلش تتطبق ويبلش ويحصلوا. لكن مشكل شخص شاطر. في ناس بيمروا نشتري مرور الكرام. في ناس ما عنده شي تعملوا. في ناس ما عنده شي تعملوا. الشخص اللي مسلا انتا نقول كبير بالعمر. قاعد ما عنده مشروع يعملوا. اوكي. بيعطيه صحة. بيعطيه حظ حلو. بيعطيه قوة. والحظ ينتقل بالعدوى. يعني حتى ولاده 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 كمان بيرتاحه. مم. بده يرتاح لانه حظه حلو. كيف بده يزعل? مم. معنى تل من حوله كمانة. مفروض تكون فيه طاقة عم توصله. طبعا هلا كل واحد هدي عم بحكيه بشكل عام. كله كله بشكل عام. عارفت? اوكي. سو. بينتقل لبيت المال بلش تتحسن عنده الامور. الطالب. لانه المال هو ربح. ما هيك? بس الربح عند الانسان مش بالضرورة يكون المصاري. يمكن الربح يكون قاعد ناطر شهاده لا يتخرج. قاعد عم اشتغل عم اشتغل عم اشتغل بده شهادة. فالربح فيكون غير اشياء مادية. اوكي. فبيتوفقوا بيتقدموا بينطلقوا. اه ما بيضل في شي عندن مسكر تقريبا بيوشان. ما بيكون في شي. هيدا بنسبة لبرج الحمل. برج الحمل برجو كتير اوي. من الابراج من الابراج الاوية. من الابراج الاوية. فيا تكون اكيد من الابراج اكتر. يعني شو بدأ اكتر من المشتري الموجود ببرجو. هلأ السنة عنا شي مميز. السنة المشتري رح بيكون عند الشخص بمنطقتين. مشان هيك هلأ عم بيحكي بيت الاول بيت التاني. لما نروح على الثور بيحكي نفس الشي. لما نروح على الحود بيحكي نفس الشي. هيدا السنة مميزة نوعا ما فلكيا. اوكي. لانه المشتري رح يعطي هون وهون. كريم معنا. خليني روح انا ويكي لبرج جديد. من روح. الثور. من روح لبرج الثور. هلأ موالي برج الثور كتير كتير تعبوا. كتير تعبوا بسنين الماضي. زحل تعابون. زحل موجود ببرج الدلو بشكل مربع مع برجون. كتير تعابون. اورانيوس يلي موجود ببرج الثور كتير متعب لموالي برج الثور. وعزبون كتير. وتعابون كتير. وهلكون كتير. وقلب دني فؤاني تحتيني. هلأ بهيد السنة. اورانيوس بعده. اورانيوس بعد مطلع ببرجون. بعده موجود ببرجون. بعده موجود. زحل رح يطلع من هيدا المربع. كمان رح بيخفف عليه والضغوط. الخبر الاجمل انه بتاريخ اللي عنا عم نقوله. 16 ايار مايو. المشتري بيوصل لعندهم. بيبقى لآخر السنة. يعني موالي برج الثور. واخيرا. فينا نقول انه الامور عنده عم تفتح. عم تتغير. وصل الحظ لعندهم. دولاب الحظ صار عندهم. دولاب الحظ لانه هو الدولاب هي الخارطة. فلكية المبرومة مبرومة مبرومة. بيوصل دولاب الحظ لعندهم. وموالي برج الثور بيطلع لهم فرصة من من الفرص الثامنة جدا. يلي صار لهم 12 سنة ناطرينا. بيرجعوا بيوقفوا عجرانهم. بيرجعوا بيزبطوا امورهم. بيرجعوا بيتحسنوا بقدر المستطاع. انا بدي شجع موالي برج الثور. قللهم هالغيمة السوداء هالعاصف اللي كانت عندكم صار لهم منموم سنتين ونص. ويمكن هو معوران يصار لأكتر. اربع سنين حتى تعبوا تعبوا. هلأ شمست عندهم. بسنة 23 صار فيه رح بيصير في صفاء. رح بيصير في نجاح. رح بيصير في يتحسن حتى الصحة بتتحسن عندهم. ويلي حابب يغير حياته فقانة تحتيني من موالي برج الثور. يلي مسكر راسه اصلا. وما كانت عم بتفتح بيوجه. قلوله بدنا نسافر بدنا نروح بدنا نعمل. ما عم لقي شغل. هلأ ب23 بلشو يلاقو شغل. اوكي. بلشو يلاقو شغل. هن من الابراج اللي كل السنة تقريبا من ايار وطالع نص ايار. اه بلش عندهم تفتح. بلشو يتحسنوا بشكل كتير كتير واضح. اوكي. هو هذا هذا برج الثور. هذا برج الثور وكنت لازم عليك اعاطفيا ميديا. اي اي. برج الثور لانه كان في شي لازم اقوله لبرج الحمل. هلأ بنرجعله. اانو عم هيك تذكرت. اوكي اه عاطفيا موالي برج الثور اوكي موالي برج الثور صار عنده كتير حالات يمكن الطلاء صار عنده كتير حالة زعل صار عنده كتير سابريشنز بالأربع سنين تقريباً لقطعه هيدا السنة يلي حابب إذا بعد فيه مجال أنه صير فيه صلحة فيه احتمال يترجع الصلحة يلي حابب يتزوج وهو فيه عمر وهو فيه موقع زواج بيقدر يتزوج هيدا السنة مش رح أقول بتشجي على الزواج لكن نفسية مفتوحة كله موفق ما عنده شغل بيلاقي شغل بيحس حاله أنه صار فيه إمكانية للزواج كله ميسر فموضوع الزواج هو موضوع قابل صار مولود برش الثور للزواج موضوع قابل الحياة المالية الحياة المالية لما كله السيء تقريباً بيروح على جنب بلش مولود برش الثور يتحسن هلما معنات أنه ربحنا الملايين لكن على الأقل يتنفسه عضاء شغله بيتسهل يمكن شوي شوي تفتح معه وفيه احتمال أنه فجأة يأخذ المشروع عن مشروع حياته كان بيك تقولي عن برج الحمل بعض شي برج الحمل ما قلتنا حتى الحمل عاطفياً كيف لأنه تقول لك ليش لأنه أنا في عندي برج الحمل في عندي كسوف للشمس هذه أنا حاطته مع كسوفات الشمس في كسوف للشمس بآخر موالي برج الحمل بعشرين نيسان أنا أنا ما بحب الكسوف كفلكية ما في فلكية بحب الكسوف لأنه الكسوف هو إشارة للواحد ينتبه مثل الفلمون مثل النيومون مثل بس على أكثر بكتير فكسوف الشمس هلأ مش عند كل مواليد برج الحمل هو موجود عند مواليد فينا نقول 19 نيسان أبريل هاي المواليد فينا نحط كمانة 18 نيسان أبريل 19 نيسان أبريل هاي المواليد بدأت ننتبه لأنه هاي المواليد يبدوا كأنه في عندهم حدث أو ظرف بدوا يعرفوا وينتبهوا ويستفيدوا منهم سائبة بهذاك التاريخ المشتري بعده ببرش الحمل ففينا نقول هني بيكونوا على شط الأمان لكن ما يناموا على حرير كسوف الشمس دايماً بيأثر على الواحد بطريقة معينة بيعصبه بينرجه بيخليه غلط بمعنى أنه تهور تسرع بيخليه يطلع عن درسه عن شغله عن اهتمامه عن طريقة الأسلوب اللي بتعطف فيه لسبب أو لظرف ما يعني وضعه العاطفة كيف؟ هلأ بس عم بحكي هده فقط يلي كسوف الشمس عنده يلي عنده كسوف الشمس هني رجعي عادينا أيام تمنتعاش تسعتاش لسان أبري لا هدولي عاطفية بدون ينتبهوا طبعاً اوكي أنا محلو إذا ماني مجوز منطر بالدورة الأولى ما بهون شي عفوا يعني اللي بيأول لا فقط هدول اوكي وبالآخر عشرة يام آخر عشرة خلني نقول آخر خمسة يام من برش الحمل فقط لغير هني اللي بينتبهوا من كسوف الشمس اوكي فقط لغير عاطفياً موالي برش الحمل كتير مناح أنا كتير حابة موالي برش الحمل مش بس الشغل محكينا كتير عن الشغل موالي برش الحمل حتى مالياً مادياً أمورهم تتيسر وكأنه فجأة كأنه في شي كان مسكر محله في شي ما عم بيفوتوا الزبون فجأة بلش زبونات يجوا بلش طلبيات كله بلش يتيسر إن شاء الله يعني هلأ لازم يكونوا سعاداء برش الحمل الجوزاء اوكي خلنا نروح لنبرش الشوساء هلأ ورش الشوساء كان تعبين لأنه كوكب المريخ قعد عنده فترة طويل شو الجوزاء بتعب وبيتعب الجوزاء بتعب هو برش الشوساء بيحوس 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 وبيزهق بيحب التغيير بيحب التنويع بيحب الهيصة بيحب ما بيسكت أحيانا بيحكي إشي ما قلة طعمة بلا طعمة بس قلبه طيب ما فينا ننكر إنه برش الشوساء يعني قلب طيب مش إنه ما في خب سنة عنده ما في خب سنة لكن أحيانا بيقوله كلمات يمكن تكون جارحة يمكن تكون صحيحة بس الصراحة الحقيقة جارحة ما ضروري واحد يقول كمانا إشياء صحيحة إنه عادي ضروري تحكي إنه واضحة فمولو برش الشوساء مثل الولد بحسه إنه بيحكي كل شي بيخطر عراسه أوكي مع الوقت بيتعلم إنه ما في العالمات تحب تسمع كل شي مثلا نعرف فمولو برش الشوساء من الأبراج اللي جيدي موليد برش الشوساء لكن أنا أنت عم بتسبق علي ليه مستعجل ليش وش هو الجوزاء لا لأنه الثور ما خلصنا من الثور ليه قطعتني عن الثور لأنه عم الوقت عم بذهمنا نحكي عن كل الأبراج طيب يلا رح عجل خلينا نحكي عن الثور الثور بس بدي يقل له يبدو ينتبه هيد السنة موليد خمسة إلى خمسة عشر أيار مايو لأنه هيدا كوكب أورانيوس ما فيني ما قال له مع معقولة ما قال له خلص بس هاي هي منروح لبرش الشوساء موليد برش الشوساء شوفي عندون إشياء المشتري خلينا نروح على المشتري المشتري هو كوكب متل ما قلنا رح بيساعد الجميع وبين ما بيوس كل الأبراج بدي يمروا عليها بمكان ما المشتري انت مش برشك العزراء والمشتري موجود بالحمل ثور كمان رح يطلع لك الشوساء كمان من الأبراج اللي رح يطلع لكثير من هو يحظه الدعم عنده مكان أو ظرف أو مجموعة أو عائلة أو حلف تحالف رح بيكون داعم لألو رح تفتح بيوجه على هيدا الصعيد بأول خمسة شهر بقيت السنة بدي يشتغل على حالو بقيت السنة موليد برش الشوساء بدي يشتغلوا على حالو لكنه ملنة سلبية ملنة سلبية أبدا في دعم لألون في مفاجآت حلوة لألون هو فينا نقول مولي برش الشوساء من الأبراج اللي ما عنده معاكسات ما عنده لا كسوف ما عنده لا خسوف ما عنده زحل ببرشة كان فقط المريخ زعجة ستة شهر هلا بثلاثة عشرين ما في هالأمور لذلك طريقه ميسرة مثل الماشي وطريق فادي ما في شي بقدر يدعس بقدر يدعس بقدر مش عمله مثل ما بده الحظ الحلو هو بأول خمسة الشهور لأنه الخمسة الشهور بيلاقي فيه أشخاص مساء ما بدون سبونسر أول خمسة الشهور بيلاقي بعدين لا بدنا نركز بالخمسة الشهور هايدي السنة برشة عبكرر مش متل بقية السنين مش كل السنة رح بتكون يعني كلها يم المشتري لا في فترة معينة فقط عم بحكي عن كل الأبراج فترة معينة بتاخدوا الحظ فيه بعدين بيروح لبرشة الثور برشة الثور بس مايروح مش تريد برشة الثور خلاص مثل اللي عايش بنعيم مثلا بس مش إنه عم بي فيه ما معناته أنه ما بتتيسر بتتيسر سنة جيدة حلوة جدا موالي برشة الشوزاء من الأشخاص اللي فيهم يكونوا فيهم يكونوا مثلا يترشحوا لأفضل مثلا أفضل صديق أفضل بايونير رائد رائد بشغله رائد بشغله أفضل شخص في التواصل الاجتماعي بيضربه بيعمل ترندات مثلا أفضل شخص ناجح اجتماعيا أفضل شخص ناجح بعمله إذا عمله بيتضمن وأكيد موالي برشة الشوزاء شغلهم كله مع الناس رح بيكون ناجح جدا لأنه المشتري موجود هونيك فسوف يبدع في عمله في شغله كل شي في تعاطي مع الناس سوف يبدع وبعدين بيكمل بقية السنة بيعمله بيشغله بيتجاهه بتوجهه إذا حابب موالي برشة الشوزاء يغيره بعملهم فيهم يغيره بس يطلبوا الدعم من أول خمسة شهر فقط لغيره أوكي بعد في شي للجوزاء الجوزاء بيرتاح كليا من كوكب المريخ المزعج بخمسة عشرين أدار مارس أوكي بيرتاح منه وبيصير شخص إذا كان زعجكم مولو برشة الشوزاء إنه إنه أحيانا كلامه جارح أو متسرع أو أناني هذا كوكب المريخ ما بيقول خليه يهتم بحدا أبدا راكد مستعجل بيزد كلام من هون عم بحكي عن ناحية السلبية بزد كلام هون كلمة هون كلمة هونيك فرح تتغير السورة عاطفيا ومديا للجوزاء رح يتحسن لأنه الأجراسف ناس اللي عنده من المريخ هالطاقة العدوانية تختفي بتروح أدهو بيقعد فترة المريخ مريخ تقريبا نص سنت الـ 22 نص سنت الـ 22 وهلأ بيطلع بـ 25 قدار بيتركوا كليا بيصير على خط الأمان شط الأمان لكن بهالوقت بدو يضل منتبه المريخ بيسبب شوية مشاكل وشوية تعب عند مواليد شهر حزيران شوي خلص شوزاء إيه فينا نقول إنه بس بدو ينتبه من مواليد حزيران من واحد كانون التاني حتى 25 قدار مارس بدو ينتبهوا من السرعة من المشاكل في ناس يمكن يتحدوهن رفت سرطان السرطان السرطان سرطان المشتري رح بيساعده كتير لأنه المشتري رح بيكون بالنقطة الأعلى عنده بديرة الفلكية أول خمسة الشهر بيرشع بعدين ببقية سبعة الشهر التانين سبعة الشهر التانين رح بيكون ببيت الدعم وبيت النجاحات وبيت الهيصل الكبير فسنته جيدة سنته في نجاح باهر جدا انتصارات كتير كبيرة تغييرات هائلة مهمة بأول خمسة الشهر ليه لأنه لما المشتري يكون بالبيت العالي مثل اللي بيخلق بالطقت الظهر بيقوله نجمه قوي لأنه نجمه عالي ليه بيقوله نجمه عالي لأنه بيكون نجمه بالدائرة العاشرة بأعلى نقطة بالدائرة الفلكية فالمشتري راح بيكون هونيك يعني بيشغله بيعمله بياجتماعياته بيشهرته بينشهر بيتقدم تفتح بوجه بشكل هائل هائل ويلي ما عم بيلاقي شغل موالي بوش السرطان في احتمال يلاقي شغل يلي بده يتجوز بيادر يتجوز لأنه الأحواله الاجتماعية بتتغير للأحسن فبتمنى يكون خياراتهم مدروسة مهم ودرسينا قبل بوقت لأنه هذا القطار ما بيرجع لورا هذا القطار ما بيرجع لورا ولا سيبدو يرجع ينطر سنة اثنين ثلاثة لا يرجع يقطع المشتري على طالعه لحتى أو يوصل بعدين لبرجه لا ياخد حصتي يكون قطع ثلاثة سنين تقريبا وهو ناطر المشتري بالبيت العاشر بيعطيه الشهرة بيعطيه نجاح بيعطيه زواج بيحلحله أموره حتى الشخص يلي أموره مش عم تمشي تتيسر تتيسر بشكل فضيع الشخص اللي طالب مرتبة أعلى اللي طالب ترقية كمان بيتوفق بشكل رهيب جدا 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 حظه كتير قوي حظه يعني سرطان كمان من الأبراج اللي السنة حظه نحلو لأنه ما في عنا كمان كواكب مزعجي يعني الكوكب اللي كان عم بيزعجو للسرطان هو من الأبراج اللي ما كان في عنده معاكسات ما كان في إشي سائلي فينا نقول كان بلوتو اللي معاكسوا من برش الجدي بتاريخ بين 23 أدار و11 حزيران بيتركوا بلوتو بيرتاحوا فرح بتكون فترة يمكن حتى 11 حزيران مرتاحين كليا مولي برش السرطان بيرجع بيروح المشتري على بيت عبرش الثور هوني مولي برش السرطان يلي بدونيه تقريبا بيزبط يلي حابب إنه يروح بعيد أبعد يعني حسب كمان إنسانه طموحه طموحه يمكن شخص منه طموح هذا اللي عم بحكي فيه إنه مش إنه قاعد واحد ببيته وين الحظ طب أنا ما عم بعمل شي يعني شو بعمل إنه كيف يعني عاطفيا ومديا مديا رح بيتحسن بشكل كتير مهم مولود برش السرطان لأنه لا يشد عنده معاكسات المعاكسات الكبيرة كان من بلوتو بلوتو ترك كتير مواليد برش السرطان عاطفيا يلي عندي مولودين تلاتي اللي هني معقول يكونوا حتى عم بحكي عنه عاطفيا عم بتقلي خليني قل لك ياهن حتى يكونوا منتبهين موليد عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تموز يوليو هاو الموليد عاطفيا بدون ينتبهوا عاطفيا بدون ينتبهوا لأنه بلوتو خلص صار عنده بالنهاية يا بتزبط علاقتك بشكل جزري يا ما بتنتهي الأسد وكمان شغل هانتبه لأنه زاواج كونترا عقد مثل الأسد بدنا أكتر نتدقائي إلى الأسد ولا مناخد بريك قبل مثل ما بدك خلينا نحكي عن الأسد أسد الأسد برش الأسد مولي برش الأسد من الأبراج يلي رح تفرح بالمشتري لأن المشتري رح بيكون ببرش ناري صديق لألمت البرشو رح يفتح قدامه باب سفر يلي منه مسافر بحياته بسافر يلي طالب سفر بسافر يلي طالب هجرة على الأرشح بتفتح بوجه بأول خمسة شهر بيرشع المشتري بيروح لبيت العاشر على نقطة بالنص التاني من السنة يعني نجاحات انفراجات ميسر أمره من أول السنة لأخرى من الأبراج رح بيكون كتير قوية بنا ننتبه مولي برش الأسد رح بيكونوا منافسين كتير كتير أقوياء نجموا رح بيكون قوي كانوا تعبانين كتير زحل كان معكسهم مسبب لهم مشاكل زحل بيخلصوا فينا نقول من زحل زحل بينتقل من برش الدلو لبرش الحوت بسبع أدار مارس هذا معناته شو معناته معناته بسبع أدار مارس موليد برش الأسد بيقولوا باي 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 لزحل لأنه ما خليلهم شي ما خليهم وقفين على إجريهم ما حليتهم شغلهم درسهم علاقاتهم كلها بسنتين ونص طحبشيت أو انتكست هلأ بتبلش الأمور عندهم تتحسن لكن في عندي مولودين بيبرش الأسد بدون ينتبهوا لأنه شو بيروح من الشباك شو بيروح من الباب بيفوت من الشباك أوكي في عنا تقلق لازم أعطيهم لما ولي برش الأسد شو لازم ينتبهوا لازم تنتبه موالي 23-24 تموز يوليو هايدي لأنه عندهم معاكسة من بلوتو بلوتو يا بلوتو نحنا كنا لازم نحكي عن الكواكب قبل لأنه حركة كتير مهمة أوكي وأيضا 15-22 هؤلاء اللي بنتبهوا بأول شهرين الأسد الأسد دي بعد معي بعد دقيقة في العزراء في الحكي لا بيكتحكي عن الكواكب لا بدي أحكي عن بدقيقة بدي أحكي عن الأسد بدي أكمله لبرش الأسد ما حكينا شيء بدقيقة أنت أنت لي خلو أحسن ما هلأ بلشوا يكتبوا لي ما خليتها تحكي ما خليتها صح بدقيقة ما من لاحق اليوم أنا عم بسكتها تحكي أنت صحيح برج الأسد لا برج الأسد رح ي سنة حلوة عاطفيا يلي علقته منيحة بالضاين يلي بعدها منيحة بصراحة لأنه ما في شيء بقي يواقف على إجراءة عنده كتير تعب هلأ بلشت أمور تتحسن بس كنت عم بقلهم أنا 23-24 طموز يولو بدون ينتبهوا بفترة الربيع فترة الربيع من سهلة أبدا بدون ينتبهوا فيها هاد الموليد فقط لغير بقية الموليد الضغوط اللي بعدها عنده عم بحكي عاطفيا حتى كمانا ينتبهوا وبشغلهم تألق ماديا ماديا بيبلش يتحسن شوي شوي المشتري هو اللي حميه المشتري رح يعطيه سنة مميزة مهنيا بدوا يعرف يشتغل تفرج معه بس ما مايتا تفرج معه يروح ياخد كل هالمساري الباقية معه يروح ويزدتن مثلا لا بد يكون زكي لأنه هيدا الحزم الجيل عندك اليوم بدي فرجي هيدا الكتاب فيه نك تفرجي ايه فرجيه على الهوى هيدا شو هو أنا إذا هيدا بديتعلمه راب يعني متكتب الماتماتيك كله أرقام 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 هيدا هيك بتدرسوا الأبراج بالأرقام هيدا هيدا علم الفلك هيدا فلك هيدا فلك هيدا هون أنا بشوف برجة وينو وشو عم يعمل وشو عم يتصر انتا مرح فيك تشوفه اي بعرف أكيد ما حفي يشوفه شايف أرقام 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 كله أرقام شفت هيدا أرقام تفرجيكي هون مسلا هيدا الشمس هيدا الأمر هيدا عطارد هيدا عائدة الأمر هيدا الزهرة المريخ المشتري صحة الأورانيوية الزهرة شكله مثل الأنثى صح مثل لوجو يعني لوجو وما هيدا أخدينه هيدا شو التانية يتيني المشتري المريخ المريخ عنده سهم لأي سنة عند الكواكب فين أعرف لألفين وخمسين وليما بتقريه لبعدين شو بدي يصير معي لألفين وخمسين فين وتلبدك خلينا نروح أنا وياكي لبرج العزراء السادس برج قبل ما نرجع ننتقل لبرج جديد ونرجع نحكي عن الطاقة وعن الأنرجي وعن الحمية وناخد اتصالنا برش العزراء برش ترابي طبعا برش العزراء من الأبراج لبرج برشك بدك تركزي هلا واخد وقتك برش العزراء بهيد السنة بالتلاية وعشرين رح بيكون في عنده كيف كانت سنتك أنت 22 نيحة لأنه سنت 22 ما كان عنده مولو برش العزراء شيء معاكس لو محضر شيء كان مشي حالو الحلو هلا اللي كان عم بيساعده المشتري كان موجود ببرش الحوت المشتري ببرش الحوت اللي مقابيله بيعطيه كونترايات بيعطيه شغل بيعطيه زواج كان بيعطيه هلا المشتري بالحمل هلا أخده مفروض يكون قطفه هلا المشتري بالحمل ومشتري بالثورة مشتري بالحمل بالبيت التامن والبيت التاسع يلي هن كتير مهمين أول خمسة شهر مولي برش العزراء بيخلصوا كل قضية ضدهم بيحلة بيخلصوا مننا بيخلصوا مننا بيرجعوا كان لازم يكون سنت الماضي تخلص القضية طبعنا أول خمسة شهر صح صح هلا كله بينحل كله مفتوح كله بيمشي الحال بيرجع في عندنا بس لما المشتري بيروح لبرش الثورة الترابي اللي هو صديق لألكم ترابي مثل برجكم بيروح لبيت التاسع رالف معقول يسافر وين معقول تسافر يا رالف أبتسعيني هلا عن جار ما بار أنا هلا مش عامل بلان صح بس واحد ما بيعرف شو بيصير معه يلي مقدم على جنسية يلي مقدم على هجرة يلي مقدم على شي يلي مقدم على شغل برات لبنين بلش تفتح معه باقي بلبنين باقي بلبنين بتفتح معك لبنين بس يلي بده يسافر باب السفر مفتوح ما عم بحكي عن سفر سياحة هلا اللي بحياته ما سافر سياحة بيسافر سياحة بقول واو إنو هايدي سنة أعرفت إنو سنة جديدة وممتازة أصلا هي سنة ممتازة لا يوجد فيها عقبات أبدا عند العزراء لكن 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 عندنا حدث شوي صعب عند موليد برش العزراء بس قبل ما انتقل للمشاكل خليني كمل بالأمور الحلوة اللي بيقدر يحصل لها برش العزراء وراح كون شوي سريعة أول شي نجاح بكل أمور غريبة جديدة وغير برش العزراء حتى شغله ودرسه دراساته فيها تاخد مصار مختلف نوعي مختلف مثلا انت ناخد رالف رالف معقولة حتى شغله ياخد بلحظة ما يروح توجه معين على أساس رالف أنا بعرف رالف موليد برش العزراء ما بيزيحه ما بيزيحه بيحبوا تقليديين ما بيحبوا تغيير مفاجآت انه فجأة 180 درجة لا بس في احتمال بالـ 23 ينطرح مثلا عندما ولو برش العزراء فرصة مختلفة كليا لكن لسبب ما بيقبلها بيتقبلها وبطريقة إيجابية لأنه فرصة استثنائية بتكون في احتمال يعني مثلا رالف يمكن مثلا يجي مثلا عرض على شغل على نوع تيفي أو نوع بروغرام مختلف كليا اللي مش شغلتم اختصاصوا ما بيحبه مثلا فجأة يمكن تزبط يلي بدو يدرس بينشاح يلي بدو يسافر يلي بدو يطلب شيء استثنائي تفتح معه وكأنه خاية مفتوحة قدامه الدنيا مثل اللي كان بيقفص وبيتحرر كل هيدا السنة هي هلأ المشكلة عندي هي أنه في عنا زحل زحل بيطلع من برش الدلو بيروح لوين لبرش الحوت بتاريخ 7 أدار مارس بيروح بتاريخ 7 أدار مارس لما بيروح لبرش الحوت ما رح يأثر عكل مواليد برش الحوت رح يأثر فقط على مواليد فقط على مواليد شهر آب أغسطس فقط لغير مواليد سبتمبر ماشي حالون لكن مواليد أغسط رح يحسوا بشوية انكي ماش انكي ماش بشغلون بحسوا أنه ليش ما عم تتيسر بسرعة الأمور عرفت منه ببرجون المهم أنه منه ببرجون قبيلون يلي عنده علاقة زوجية بشغله مهنية اجتماعية بده يعرفي حافظ عليها لأنه زحل نعم بخربة الأمور زحل بخربة الأمور فبدون ينتبهوا على هذه الأمور في عندي ليستا كتير حلو لازم أراها عندنا خلينا نحكي بالإيجابيات كوكب بلوتو يعني زحل معقول يأثر على العزراء فقط على موليد شهر قاب فقط لغير مش عندي لا نبتون بيأثر على موليد 16 إلى 21 سبتمبر أوكي لكن كوكب بلوتو رح بيخفف شوي الضغوط على موليد 20 إلى 21 كل بساقية فترة كل السنة كل السنة هلأ الحظ أورانيوس عند موليد 8 إلى 17 سبتمبر المشتري المشتري رح يخفف شوي من ضغوط عند موليد أب وبيعطي حظ حلو لموليد 1 إلى 9 سبتمبر كتير إشياء حلوية كتير إشياء مهمية أوكي فهو دولي تفاصيل كتير مهمة ودقيقة يقلفوا أوكي يقلفوا صح أو لا ما بيقدروا طبعا كل عالم في أف ألف أكيد أكيد كل عالم في أف ألف في عندي شخص أسترولوج أمريكاني صديق لقلي كتير كتير مشهور كان يعطي دايما توقعات كتير مشهور وش أعطير كتير كان ينزلهم قبل بوقت يسرقوا لي يسرقوا لي تصور اخر شي يقلهم خلص قد ما دفعته قد ما عملته لأنه بيعمل توقعات وبيحطها أون سيل أون لاين بيشتروها اليوم كت عم عم بتواصل معه قد ما حكيته قد ما عملته حاطت عنده على السايت قد ما عملته ما رح يوصلكون الريبورت قبل واحد كانون الثاني يناير حتى وين ما كان في كوبي كاتس وين ما كان في